عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول وخلال الاجتماع أكد وزير البترول كريم بدوي أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلاً عن تكرير المنتجات البترولية بدوره استعرض وزير المالية أحمد كوجك خطة الوزارة لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول كما استعرض الاجتماع تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2014 حتى اللحظة وخطة زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030